متابعي قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة جاي لكم بأخبار من أخبار الذكاء الاصطناعي والأخبار النهاردة تحديدا من مؤتمر جوجل آي الأمس بتاريخ 25-2025 حتكلم عن شوية تطورات وأعلانات تم الإعلان عنها من خلال مؤتمر جوجل بشكل بسيط من غير تعقيد يلا بينا نروح نتكلم عن أخبار جوجل آي حتى حنرجع لكم مرة تانية 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 أهلا بيكم متابعيني الأخبار المبارح كانت عبارة عن معلومات كتير جدا ولكنها كانت منظمة مقارنة بالعام الماضي المؤتمر كان فيه حجم هائل كبير جدا من الأخبار اللي بتعكس تموح شركة جوجل وإحنا شايفين جوجل أبداعت إزاي الفترة اللي فاتت أو السنة اللي فاتت لحد دلوقتي بمجموعة من النماذج الرائعة من خلال نموذج جيميناي وغيره من خلال إماجين 3 وأيضا من خلال VO2 من ناحية المحتوى الإبداعي إيه الحاجات الرئيسية اللي تم الإعلان عنها تعالى كده نروح للحاجات الغير إبداعية أو الأخبار الغير الإبداعية لو رحنا على أول خبر وهو جوجل بيم جوجل بيم هي عبارة عن شاشة كبيرة وهي مش موجهة للمستهلك العادي بتحتوي على 6 كاميرات بتقدر نهى تلتقط الشخص بتقنية ثلاثية الأبعاد مع خلفيته الصورة دي بتتنقل لجهاز بيم آخر عشان تمنح تجربة مكالمات فيديو ثلاثية الأبعاد كأنك كده بتبص من الشباك بتاعك كأنك بتشوف الشخص على الطبيعة يعني ده الوصف اللي هم وصفوه حيتم إطلاقه قريبا بالتعاون مع شركة HP نيجي بقى لـ AI Search أو البحث بالزكاة الاصطناعية عنصر كبير جدا يجمع بين ماضي بحث جوجل الطريقة الترادشنال القديمة بتاعة جوجل ومستقبلها الآية معلقة الزكاة الاصطناعية وكانت هذه الخطوة كان مفروض تكون من زمان من جوجل دلوقتي لما حضرتك هتروح تفعل المود الخاص بالزكاة الاصطناعية ويتدور على مثلا أفضل ميكروفون اليوتيوب هتظهر لك النتائج مصنفة حسب الفئات والموضوع هيكون بواقع أمثلة حية نيجي بقى لي تحديثات جيميناي جيميناي هذا النموذج الرائع من جوجل هيتم عليه تحديثات متعددة طبعا في تحديثات خاصة بالأسماء أعتقد الخاصة بالنماذج لأن أصبح الأسماء يعني زي ما بتقول جوجل بدأت تبقى معقدة شوية وبقت كتير الأسامية بقت كتير جدا هتخصص ميزة تشغيل وإيقاف هتسمح لي جيميناي أنها توصل للدرايف والكالندر والجيميل للعمل كمساعد زكاء استباقي والميزة دي أيضا تقدر أن انت تعمل لها off تقدر أن انت تقفلها تقدر تشغل الوصول لهم وتقدر أن انت توقف الوصول لخدمات جوجل هيتم بعض التحديثات على تطبيق أسترا وجيميناي على الهاتف أيضا التحديثات هتشمل بحث مباشر بالذكاء الاصطناعي حطوا وصف كده أنه سوف يرى شيء حقيقي بدأ بالفعل الإطلاق الخاصة بهذه التحديثات وهي متاحة بس لبعض مستخدمي أندرويد ولكن لست آي او اس مذاله نستنين بالنسبة بقى الإعلانات الإبداعية وممكن تكون دي بتهم كتير جدا من المتابعين نيجي لتوليد الصور احنا عارفين أنه آخر إصدار لتوليد الصور بالنسبة لجوجل هو Imagine 3 وإماجين 3 لو أنت عايز تجربه تقدر تخش على جوجل iStudio تجربه بشكل مجاني هو limited جوجل iStudio ولكن بينتج صور رائعة التفاصيل بصراحة Imagine 4 حيدعم أساليب وقعية أكتر ويركز على التفاصيل الدقيقة وحيتيح دقة توصل لحد 2K وحيكون في تحسين كبير جدا في توليد النصوص داخل الصور يعني داخل الصورة ده أكبر challenge أنا بحسه في الصور وقدر نمازج كتير جدا أنها تتغلب عليه ولكن بيقولك أن مع Imagine 4 كمان الأخطاء هتبقى أقلب كتير جدا وحيكون فيه كمان خطوط الخطوط بتاعت النص نفسه حيكون فيها تنوع وحيكون أسرع من Imagine 3 فيه كمان إصدار حيكون Turbo من Imagine 4 حيكون قادم وهو حيكون أسرع بعشر مرات كمان من الإصدار السابق وفيه احتمال تأثير شوية على الجودة طالما فيه سرعة فيه أيضا الزكاة الاصطناعي لموسيقى حاجة اسمها Lyria وأعتقد أن هذا الزكاة الاصطناعي خاص بالموسيقى بيقولوا أن الجودة للصوت حتكون لحد 48 كيلو هرتز فيه أدوات تحكم إبداعية وتنوع أكبر في إنتاج الموسيقى فيه كمان أداة جديدة تم تطورها بالتعاون مع محترفين من صناعة الموسيقى حاجة اسمها Music AI Sandbox نيجي بقى لتوليد الفيديو VO3 من النماذج الرائع في إنتاج الفيديو بذكاة الاصطناعي وكنا منستنيين وفترة طويلة جدا لحد ما تم إطلاقه وإحنا شفنا النتائج مع بعض من خلال القناة من خلال فيديو VO3 وشفنا قد إيه جودته وتم الإعلان عن VO3 وإطلاقه المتاح على منصة اسمها Flow حبار عن إيه؟ VO3 هو تحسينات على VO2 يعني هو النموذج الأساسي VO2 ولكن حيكون واقعي أكتر في محاكافز يا أي أفضل ودقة لحد 4K واستجابة أدقة للأوامر المعقدة أكتر تحدي بتقابل أي نموذج ذكاء الصناعي إن هو يقدر ينفذ النص بالضبط اللي أنت بتدهوله بالتفصيل وخصوصا لما يكون النص معقد فيه كمان أدوات تحكم بالكاميرا تحريك للخلف تجبير تحريك للأعلى تحريك لليمين حيكون تحكم في أول وآخر لقطة وهو موجود أيضا في VO2 فيه كمان حيكون Outpainting تمديد الإطار أو Inpainting إضافة عنصر معين للقطات الفيديو تحريك الشخصيات حاجة اسمها Driving Video بيقولك إن هو بيشابه Runways Act 1 الألمانس تقدر إن أنت تدمج صور نصية مع مواقع وشخصيات زي بالضبط ويسك لو أنت جربت ويسك من جوجل بالنسبة بقى للمؤثرات الصوتية والحوار VO3 حيقدر يولي تصوت وحوار متزامن بناء على الأمر النصي وده طبعا تطور حيكون كبير جدا جدا ييجي بقى لمنصة Flow منصة جديدة تجمع ما بين VO وImagine ولاريا في سيرة عمل واحد هتكون كلهم كده موجودين مع بعض تحول النص الفيديو هتحول النص لصورة تاخد الصورة تبتدين أنت تتحولها الفيديو تحويل الصور المتسلسلة الفيديو مع تحكم بالكاميرا كمان فيه Ingredients 2 Video زي كده ويسك elements وScene Builder فيه إنشاء تسلسلات فيديو تقدر أنت زي ما قلتلك تعمل تمديد عشان تقدر تعدل المشهد نيجي بقى الأسعار والخدمات اللي هتوفرها جوجل فيه خدمة جوجل AI Pro هتكون مجانا للشهر الأول وبعد كده هتكون 20 دولار شهريا اللي موجود جواها حيكون جواها Flow Gemini 2.5 Pro وأيضا نوتبوك أدفانسد طبعا نوتبوك LM أدفانسد وفي ساعة تخزين لحد 2 تيرا بايت بالنسبة لخط جوجل AI Ultra اللي هتبقى يعني غالية شويتين 250 دولار شهريا وأول 3 شهور هيخلي سعرها 125 دولار 124.99 دولار لأول 3 شهور يعني 125 كل الحاجات اللي موجودة في البرو هتاخدها بالإضافة لنموذج Gemini 2.5 Pro Deep Think ونموذج متقدم لسه جاي أيضا Flow مع VO3 وخصائص مميزة زي Ingredients 2 Video هتوصل أو هيكون في وصول مبكر لمشروع مارينار ويوتيوب بريميوم وساعة تخزين 30 تيرا بايت زي ما احنا شايفين طبعا في خدمات كتيرة جدا هتاخدها داخل خطة الجوجل AI Ultra رغم سعرها الغيلي زي ما احنا شايفين ده بشكل سريع دي الأخبار اللي جات من خلال مؤتمر جوجل 2025 وتم الإعلان عنها أتمنى تكونوا يعني أحطوا بهذه الأخبار أشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTek for You زي ما قولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكممنت ولو كنت بشوفنا أول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته